السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو ده انا هحاول اتكلم فيه كده عن السورسز اللي موجودة عندنا. ونتعلم ازاي برضو نستخدم اكتر من سورس على برنامج تين كاركاد. اه طبعا سبب الفيديو ده اللي فيه بعض زمايلكم كان عندهم مشكلة في استخدام البطارية التسعة فولت. انا طبعا عارف الايسيهات دي بتشتغل على خمسة فولت. والمتاح عندي بطارية تسعة فولت او البورسة بلاي. طبعا بورسة بلاي انت بتحدد له انت عايز جهد مسلا خمسة فولت ولا ستة ولا عشرة ولا عشرين زي ما انت عايز صباح تقف عليه كده وبتحدد انت عايز جهدي كام فانا مسلا كاتب له جهدي خمسة فولت ولا حاجة. تمام? اه طبعا استخدمت مع كل حاجة واحدة ملتميتر ايه. تمام? ومحدد اللي انا بقيس الجهت. طبعا بيقوم موجود عندك في ملتيميتر. اقامة غير هاتفي اقامة فانا بوريك الكده على اكتر من حاجة. طيب هنا انا جبت وزبطت الجهد بتاعه على خمسة فولت زي ما احنا شفنا كده تمام وصلت معا المالتيميتر وحاطت المالتيميتر يقاسي الجهد وعمل السلوك بتاعتي اللون الأحمر ده طبعا الطرف الموجب واللون ليسود ده الطرف السالي طبعا بتحكم في الوان السلوك اللي موجود عندي دي بقى في السلك وبختار اللون اللي انا عايزه تمام طيب دي الطريقة الاولانية اللي ممكن اوصل بها مصدر للايزي هات اللي انا هشتغل بيها. طيب ايه الطريقة التانية اللي انا ممكن استخدمها. الطريقة التانية اللي انا ممكن استخدمها انها استخدم بتاع يعني او بتاع الزنار دا. تمام? طبعا ده مكتوبة خمسة فولت. ثمانية او سبعين خمس. تمام الكلام ده وطبعا ممكن تعملون تانين بالشكل اللي انت عايزه. على فكرة ممكن تكتب كمان لو انت عايزت حط نوت جنب الايه? جنب العنصر او اللي موجودة عندك. طيب ده المفروض وظيفته ايه? وظيفته اللي هو يحول الجهد التسعة فولت دوت لجهد سابط خمسة فولت عشان ندخله الاي سي. طب ايه اللي يثبت اللي الكلام ده مزبوط وهوصل اي سي ده ازاي? منتقل بساطة وقفع الطرف بتاع اتليه اول طرف ونكتب لك عليه ام. يعني اموت. تمام? يعني ده واخد من الطرف الموجب بتاع البطارية. الطرف التاني مكتوب عليه جراوند. يبقى ده الطرف السالب او الجراوند بتاع البطارية. الطرف التالت ده الاوت. تمام? ده اللي انت هتبدأ توصله للدايرة بتاعتك. يعني ده اللي هيطلع عليه الخمسة فولت. فانا بالنسبة للطرف اللي في النص ده واصل مع السالب بتاع البطارية. وهيبقى الطرف مع والطرف اللي احمر دوت. ولوا طرف الاوت ده الطرف الموجب اللي عليه الخمسة فولت. يعني المفروض فرق الجهد ما بين الطرف اللي سود والاحمر ده خمسة فولت. طبعا عشان يبقى الجهد موجود عندي في الجزء اليمين والجزء الشمال للبريدبورد. وروحت موصل الطرف الاحمر ده يمين وشمال على الموجب اهو والطرف الاسود شمال ويمين برضو على الطرف السالب. تمام الكلام ده? فبالتالي لو انا وصلت مالتيميتر بدلا ما وصله يعني عالطرفين دول هنا انا وصلته عالبريد بورد اهو برضو ما بين الطرفين الاحمر والاسود عشان نشوف فرق الجهد ما بينها بكام. طبعا لو عملنا تمام الجهد طالع عندي هنا بخام بخمسة فولتة. يعني انا ضمنت كده اللي انا حاولت التسعة فولت دول عن طريق دائرة والطالع عندي خمسة فولت هو ده اللي هيوصل للايسهات اللي موجودة عندنا. هنا وصلت المالتيميتر وبرضو موصله جهد. تمام وهتلاقي فيه علامة الجهد ايه? عاملك علامة الانبير والجهد والمقاومة. وهو حاليا بييس جهد وكتب لك الجهد تسعة فولت لانه موصله على البطارية الواحدة. هنا الجهد برضو بتاعي خمسة فولت لانه مزبط القيمة بتاعت بخمسة فولت. طبعا الواحدة دي بنسبة لنا اسمها. الواحدة دي بنسبة لنا اللي هي اتسعة بولت باتري. يبقى انا كده قادرت اوصل لجهد بتاعي لخمسة فولت. طب بالنسبة على الاي سي عشان نعرف رجول اي سي طبعا اول طرف على اليمين ده الرجل بالنسبة له رقم احد بتبقى عبارة عن اخر رجل اللي موجودة عنده اللي هي بتاعت الباور. هاي زي ما نواقف عليها. والرجل اللي موجودة عندي في الطرف اليمين في اخر حاجة ده طرف الفجراون. يبقى بنسبة لنا اول طرف من ناحية الشمال ده طرف الباور واخر طرف من ناحية اليمين ده هو طرف الجراون. هو حتى تلاقي نفس الاي سي التانية برضو كده. ده طرف الباور وده طرف الجراون. فطبعا وصلنا الباور لهو باللون اللاحمر مع الطرف الموجة. بوصل الجراون مع الطرف السالب. انا لسه مش ه espwalk دايرة دلوقتي بس انا بقري لكم ازاي نقدر اوصل المصدر باكتر من شكل ممكن. فاحنا عندنا ان احنا ممكن نوصل البطارية مع وعندنا مالتيميتر نقدر نشوف القيمة بتاعة الجهد اللي موجودة عندي بكام وعندنا اللي احنا نوصر ونزبط الجهد بتاعه ونقدر نتأكد من قيمة الجهد برضو عن طريق المالتيميتر تمام آآ برضو في نقطة ظريفة برضو ممكن نحاول نشوفها كده بسرعة يعني انا ممكن نشيل الدايرة دي كده آآ من الوحدات اللي انا لقيتها جديدة كده ضفوها آآ في العناصر موجودة عندنا موجود دي حاجة جميلة يعني تمام ممكن نجربها كده انا لسه مجربتها اش صراحة قبل كده بس يعني ايه خلينا نجربها مع بعض جايز تديننا حاجة كويسة طبعا ده يعني انت ممكن تعرض عن طريق اشارة آآ هنا مسلا كاتب لك سكوير هتلاقي فيه ساين وتريانجل مسلا نديك تلات اشكال اشارات وبتحدد بتاعها وبتحدد الفريكوانسي يعني كل التفاصيل موجودة عندك يعني خلينا على الديفولت اللي هو كاتبو نبدأ نوصل النيجاتف مع النيجاتف والبوزطف مع البوزطف ونشوف الدنيا هتمشي ازاي مع ده الطرف السالب طبعا انت ممكن تعدل الاطراف دي بقى زي ما انت عايز يعني لو طرف مش معدول ولا حاجة تقدر تزبطه آآ الطرف التاني اهو وطبعا ده انا ممكن اعمله بلون احمر بعد كده هنكمل كلامنا معليش الفيديو كان قطع كده آآ حاليا انا اضفت الفانكشن جنريتور زبط التردد بتاعلى تردد منخفض عشان يبقى العرض بسيط كده آآ واحد هرتز والاملتيود مسلا خمسة فولت وشلت الافستري موجودة عندي واخترت الفانكشن مسلا ساين ويف ووصلت الطرف الموجب مع الموجب والطرف السلب مع السلب بتاع του الأسلوسكوب طبعا احنا اختارين اشارة صين ويف زي ما شفنا من شوي وده بالنسبة لنا الاستلوسكوب هنعمل سيبيوليشن اهو خلص بدأ يعرض لي الايه? الاشارة الصين ويف اللي موجودة عندي تمام الكلام ده? فده بعض المصادر الاساسية اللي موجودة عندنا طبعا زي ما عندنا اشارة صين ويف هنلاقي موجودة عندنا ثلث اختيارات في صين ويف وفيه وفي سكوير وزي ما انه ممكن تضيح ويتقدر تغير وتقدر تغير وتقدر تغير وطبعا تقدر تتحكم في الحاجات دي من هنا بس الادق طبعا اللي انت تكتب القيمة اللي انت محتاجة هنا تمام ده بالنسبة للمصادر اللي موجودة عندنا هنكتفل بكده بكلامنا عن المصادر ان شاء الله وبعد كده هنكمل اللي احنا عايزين ننفذها ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته